نظمت مؤسسة وراعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بإحدى قرى القناة الخيرية بمحافظة القليوبية وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة دمت القافلة العديدة من التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للأسر الأكثر احتياجا نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني قافلة طبية بقرية سندبيسة التابعة للقناة الخيرية بمحافظة القريوبية القافلة تهدف لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات لتحسين الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأولى برعاية بيتم الكشف الطبي على المرضى في هذه القافلة والحالات التي تحتاج تحويل نحاولها من المستشفيات سواء كانت الحكومية أو المستشفيات العامة وفي نفس الوقت بيتم متابعة لحالات دي من قبل المؤسسة بنقوم بتوزيع الأدوية مجانا على المريض بنقوم بالفحص الطب الكامل للمريض بنوجهه إذا كان يحتاج أي عمليات رمض سواء ميا بيضة أو زرقة بنوجهه المستشفيات بالعمل العملية مجانا القافلة تضم العديد من التخصصات منها الباطنية والأطفال والجلدية والرمض والأنف والأذن بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين كما تم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان مع تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختصة أنا جيت حاجة سلبنتي بطنة وكشفت عليها وقدانا عليك ببلاش ووفرت علينا المكان بدل من نروح الأناطر أو أها وضع الكافلة كويسة وهي تنظيم كويس وأن هي قريبة جات في البلد بحيث أن الأحد ما يروحش إلى المستشفى على مثلا أناطر أو أها ولا هي حاجة هي قريبة وفي علاج على حساب برضو الكافلة ما حدش بيشتريه من بره كشفنا بطنة وهي حاجة كويسة جدا لأنه يعني بيقدوا خدمة كويسة لنا وكفاية أن هي يعني حاجة جنبنا مش بنركب موصلتها لأي حاجة جهود متواصلة للتحالف الوطني لتقديم الدعم الطبي والصحي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيزي لدعم الفئات الأولى برعاية في مختلف محافظات الجمهورية